موسيقى 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 التركية ومع حكومة سوريا أيضا في ظل هذه الأزمة التي نجمت عن هذا ذلك الزلزال المدمر فده بيؤكد إلى جانب طبعا تناول الإعلام المصري قناة النين للأخبار كل القنوات الحكومية المستقلة الإعلام التقليدي الإعلام الرقمي كان الحقيقة كله في اتجاه دعم معنوي كبير للجانب السوري والجانب التركي ده بيؤكد يعني قد إيه حتى لو فيه ختلافات في الرؤى مع هنا أو هناك لكن فيه بعد إنساني قوي وده اللي يعني سيادتك اسمح لي أننا أشير إليه أيضا باختصار لأن هذا ليس موضوع في هذه اللحظة ولكن ده بيؤكد الدبلوماسية الإنسانية المصرية أو البعد الإنساني في هذا الإطار من علاماته إيه أنه نجد في مصر حاليا ما يقرب من 9 إلى 10 ملايين إنسان مقيمين في مصر ولهم صفات مختلفة هؤلاء المقيمين إما أنه هو بصفة لاجئ وإما بصفة ضيف وغير ذلك كل هذه يعني أو كل هؤلاء المقيمين يعيشون في مصر يعيشون كأنهم في بلادهم يعني وطن الثاني هو جمهورية مصر العربية ولا نميز في ذلك بين بعض الناس يعني شخصيات كبيرة من ملوك ورؤساء الدول أو رؤساء حكومات أو شيء من هذا القبيل مع أشخاص عاديين من أفريقيا ومن آسيا ومن أوروبا يعيشون في مصر ولكن لا يعيشون في محسكرات يعني حبيت أن أقول هذه النقطة عشان يعني يبقى السادة المستمعين أو المشاهدين يعلموا أن هذا بعد إنساني حقيقي في السياسة الخارجية المصرية وفي الدبلوماسية المصرية وده بيؤكد برضو من ناحية أخرى على يعني محورية الدور المصري وعلى دورها القيادي وده يعني زي ما لمسنا في أثبت كورونا في البداية ده إحنا حتى بعثنا للصين في البداية يعني ليه لأن ده يعني شعور بذاتي بالشهامة والتكافل والتضامن إذن هذه الرسالة من مصر إلى سوريا وتركيا تأتي في إتار يعني زي ما سميته الدبلوماسية الإنسانية المصرية ورسالة تضامن من جانب مصر حكومة وقيادة وشعبا إلى 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 تركيا وإلى سوريا على كافة المجتمعات طيب ساد صفير يعني بعيدا عن الدبلوماسية الإنسانية المصرية هنرجع عليها تاني زي ما سادتك أشرت ولكن في العرف الدولي وقت الأزمات يعني كيف تتعامل الدول مع بعضها البعض حتى وإن كانت بينها خلافات يعني هو المفروض يعني طبعا ليس هناك قواعد عامة ومجردة في هذا الإطار ولكن ده بيختلف بقى من أنا رأيي الشخصي من واقع خبرتي أنا استغلت بلندن بروكسل تمام أنا هنا بتكلم على التجارب الدبلوماسيين اللي شوفوا بعنيهم يعني أنا بحكي يعني مثلا في موسكو كان فيه شيشان يعني بتلاقي فيه أزمات في كل دولة أزمات كبيرة يعني فمن واقع خبرتي الشخصية ده بيختلف من دولة إلى أخرى ولكن زي ما احنا بنقول حتى عن مستوى الإنساني معادل الناس بتظهر في الأزمات وهذا فعلا بالنسبة للمصريين عشان أنت حتى تلاقي حتى في المنطقة العربية عشان ده بيرجعنا لقيم العروبة القيم الجماعية صحيح الجميلة صحيح اللي احنا بنفخر بيها مسلمين ومسيحيين في المنطقة العربية أنه كل النهاز نهضت لما شافوا هذه الأزمة لكن احنا ما يمجزنا أكتر الشهامة الموجودة في طبيعتنا في دمائنا أن احنا تحركنا على طول لكن برضو لابد أن نعطي كل ذلك حقا حقا تحرك أيضا البعض في المشرك والمغرب كل تحرك يعني السعودية الإمارات قطر الجزائر الجزائر أول دولة من أول الدول اللي بعتت صحيح واليوم أيضا المنظمات غير حكومية في الجزائر في وفد رايح برئاسة الدكتور أحمد بن دهود رئيس اللجنة الإعلامية في رابطة الوحدة العربية لرابطة جديدة منشأة تفعينا لمؤتمر الجزائر فقال لي أنه سوف يسافر المساء اليوم إلى سوريا على رأس وفد من المنظمات غير الحكومية الجزائرية تفعينا لما أرسلوه قبل ذلك يعني متبعد الكل الشأن العربي من المحيط إلى الخليج ده بيبين أن القيم الجماعية العربية قيم جميلة وقوية وممتدة عبر التاريخ وهذه الأزمة الكارثية طبعا وحبزة لو نحن برضو في هذه المنسبة نقدم خالص تعازل لكل أسر الضحايا في تركيا وسوريا وربنا إن شاء الله يعني يشفي كل المصابين أن هذه القيم الجماعية نستثمرها للحفاظ على الروح الطيبة الموجودة في جسد العروبة صحيح وستنهض الهمم نستنهض الهمم في إطار عملية التقدم إحنا شفنا قد إيه أزمة كورونا كانت صعبة على العالم أجمع وكاشفها وكاشفها بقى للمعادن صحيح لحضرتك تتذكر دون ذكر أسماء لما دولة كان معدة عليها بعد المستلزمات في كذا صحيح قال لك لا إحنا أولى وخذوها مراحلش للدولة الثانية في أوروبا إحنا ما أعتقدش إحنا في العالم العربي نعمل هذا إذن القيم العربية الإسلامية والمسيحية قيم جميلة ورائعة وحبزة نستثمر هذه الأزمة وتكون أيضا تنهض أو تستنهض وتبقى عودة بقى للروح العربية فعلا الأصيدة وللتحرك إلى الأمام يعني ماذا حدث للشعب السوري يعني الأزمة عندما نرى هنا وهناك السورية يعني حط يعني حتحكم في الشعب السوري إيه تاني يعني بعد الزلزال هذا الزلزال المدمر والنكبة الكبيرة التي أصابت يعني حبزة تكون فرصة أيضا للإخوة في سوريا أنه يبقى في سوري سوري للحوار وا 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 وأيضا يعني في رأي الشخص يعني يبحثوا حل لموضوع العقوبات على سوريا أنت دخل المساعدات إزاي وهتضمن أن المساعدات دراحت هنا ولمراحت هنا إزاي فكل هذا يجب يعني أنه هذه الأزمات ربما نحن نستخدم أو يعني نحاول نجد فيها الجانب الآخر اللي هو ممكن من خلاله نحل كل المشكلات الموجودة يتم عادة التفكير فيما هو قائم من أزمات هو وقع الأزمات تحديدا بالزبط يفهم سيد سفير يعني إلى أي مدى بترصد معي وده مجرد ملاحظات موجودة حالة ارتياح غير عادية من المصريين لاتصال الرئيس السيسي بالرئيس بشار الأسد وكان فيه مشاعر فياضة من كل المصريين تحقيقية حقيقة فيما اتعلق بيه احنا كنا بلد واحد وفيه علاقات تاريخية متواصلة مع سوريا الحقيقة كان فيه حالة ارتياح غير عادية لاتصال السيد رئيس الجمهورية بالرئيس بشار الأسد في سوريا وانهالت المشاعر العاطفية المصرية في حالة تلاحم على أشقاء في سوريا يعني شفت هذا الجانب ازاي يعني أنا بفعلا اتفق مع حضرتك في هذا أنا قلت في البداية أن التحركات يعني أو الموقف المصري يعني لخصته باقتصار شديد في المنظومة الرسمية وعرضت لها كلها وأيضا تطرقت إلى الدور غير الرسمي الشعبي في منظمات يعني التواصل الاجتماعي كله بأشكاله وأيضا الصحف المصرية تشعر أن فيه أن احنا لم لم يعني يعني ليس نقلا خبريا فقط في صحف كذا وكذا وكذا وفي تواصل الاجتماعي ولكنها تشعر فيها أن فيها روح التضامن روح التلاحم روح أنه نتعاون في هذه الأزمة لكشف الغمة ومحاولة حل تلك الأزمات سواء في تركيا أو سوريا والحقيقة أنه من ناحية أخرى أيضا في هذا الإطار يعني يمكن أن أشير إلا أنه هذه الأزمة رغم أنها أزمة يعني كارثية إلا أنها أكدت من ناحية أخرى على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا بين مصر وسوريا ومصر وسوريا أيضا يعني مع الاثنين العلاقات بين مصر وتركيا في رأيي لم تنقطع تماما كما هو واضح يعني العلاقات التجارية تتكلم التجارية الاقتصادية نعم ده صحيح يعني العام الماضي عام 2022 تمام ارتفعت تبادل التجاري بين البلدين بالضبط واخد بالحضرتك هذا يؤكد عمق العلاقات والجزور التاريخية بين البلدين وبعدين العلاقات الثقافية معروفة بين المصريين وبين الأتراك تمام عائلات ووشائل ده تاريخ طويل ده تاريخ طويل بعيدا مع أي شيء يعني نعم وبالتالي الخلاف في وجهات النظر في بعض الموضوعات يعني الحقيقة يدور حتى الآن بعقلانية في رأيي الشخص بدليل أن نحن نلمس تطور طب ما هي مؤشرات عزة تطور المقابلة مع لما تم في كاس العالم بين السيد الرئيس عفتاح السيسي والرئيس التركي لا اتصالات بين السيد وزير الخارجية ووزير الخارجية التركية في رمحين لآخر أيضا اتصال السيد الرئيس في بداية الموضوع الزلزال منذ يومين مع السيد مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان وأيضا مع الرئيس بشار الأسد مع شرية طبعا العلاقات يعني علاقات مش عاوز أقول شعب واحد يعني يعني أسرنا وأهلنا في كل أحياء مصر في البردن 6 أكتوبر للمعادل غير كلام مضبوط جدا وهذا يؤكد انقل علاقات الشعبية والرسمية بين مصر وسوريا أنا فاضل لدقيق عايزة أسمع بس رئيساتك في السؤال الأخير تفضل مصر بتتعامل كدولة كبيرة كدولة محورية في المنطقة نعم بترتقي على الخلافات بترتقي على حتى يعني رب مش عايزة أقول الصراعات ولكن دايما في الأحداث من طلاقة من ثوابت السياسة الخارجية المصرية بتكون دولة رائدة وده اللي بيخليها رغم كل الأزمات بتلعب دور محوري على المستوى الإقليمي والدولي بتقول إيه في دقيقة لعني أنا بقول أنه رغم ما قد نواجهه من صعوبات نحن في 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 أي وقت فملاحظ أنه في كل الأوقات مصر تكتاز تلك الأزمة وبتطلع منها أقوى من قبل ذلك وبدليل بعد 67 وما كذا دخلنا في 33 وسبعيل وأصبحنا دولة قائد كالمعتاد في المنطقة فهذه الصعوبات بتكسبنا قوة ومناعة وبتستنهض الهمم والشعوب في إطار الإدارة بقى الإدارة الرشيدة للإنطلاق نحو المستقبل نورتاني سيد سفير بشكرة جدا السيد السفير دكتور يوسف أحمد الشرقاوي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية نورتاني في هذا الحوار شكرا جزيلا مشاهدين الكرام بعد قليل عندنا حوار ثاني مع وصول عدد سكان العالم لـ 8 مليار نسمة الانفجار السكاني أو التضخم السكاني قابل للانفجار في الكثير من الدول الأكثر فقرا دموضوع الحوار الثاني بعد التقرير اللي هنتبعوا مع حضرتكم حالا ابقوا معنا بحسب تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة تجاوز عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة حيث تضعف ثمانية أضعاف على مدى المائتي عام الماضية وقد يصل إلى عشرة مليارات بحلول نهاية القرن الحالية وترجع الأمم المتحدة النمو السكاني إلى تطور البشرية حيث إن الناس أصبحوا يعمرون أكثر بفضل تحسن خدمة الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والأدوية كما أن الأمر يأتي ثمرة لارتفاع معادلة الخصوبة خصوصا في بلدان العالم الأكثر فقرا ومعظمها في منطقة إفريقيا جنوب استحراء ما يعرض أهدف التنمية إلى الخطر حيث فاقم النمو السكاني التدعيات البيئية للتنمية الاقتصادية وفي الوقت الذي يخشى البعض من أن يتجاوز عدد ثمانية مليارات نسمة إمكانيات الكوكب يشير معظم الخبراء إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في الاستهلاك المفرط للموارد من قبل الأشخاص وعلى الصعيد العربي احتلت مصر المرتبة الأولى بعدد السكان حتى منتصف عام 2022 حيث بلغ عددهما يقارب 111 مليون نسمة لتليها السودان والجزائر بحجم 46.9 مليون و44.9 مليون نسمة على التوالي وشمل التقدير أيضا توقعات حجم السكان في الدول حتى عام 2050 لتصل التقديرات لعدد السكان في مصر إلى 160 مليون والسودان ب85 مليون وتسبق العراق الجزائر في المرتبة الثالثة بإجمالي 75 مليون نسمة في عام 2050 أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام زي ما تابعنا في التقرير الأمم المتحدة بتقول أن عدد سكان العالم بيربو على 20 أو 8 مليار نسمة خلال الفترة القادمة وده الحقيقة بتقول كمان التقرير أن التضخم السكاني قابل الانفجار في البلدان الأكثر فقرا ده مضوح هذا الحوار البراحة فيه مع حضراتكم بضيفي الأستاذ الدكتور محمد الشواتفي أستاذ الاتثمار والإدارة الأعمال وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة أزاقزيق من ورنيا دكتور أهلا وسهلا أهلا بيك يعني إيه عدد سكان العالم هيوصل لـ 8 مليار نسمة؟ هو وصل 8 مليار خلاص بالفعل آه يعني في نومبر اللي فات وصلنا 8 مليار احنا منتظر بلقتل 10 مليار فهو طبعا هناك زيادة متطردة في السكان بعد منتصف القرن الماضي والزيادة متطردة بشكل دلالات ده يا دكتور دلالات إنه هو فيه مجموعة من الحاجات طبعا أول حاجة تحسن الحالة الصحية وتراجع الوفيات ده أحد الأسباب الأسسية النقطة الثانية زيادة الخصوبة طبعا وبخاصة في الدول النامية وكل ما يزيد البطالة والعطالة وحاجة زي كده بمفهزات خصوبة وهذا واضح في العمل الحاجة الثالثة كمان هو طبعا هناك برضو الاهتمام بالبيئة وتحسنات الموجودة وبعدين برضو هناك خطط وبرامج الدولة وبخاصة في الدول غير كسيفة السكان بإنها تحسن الأعداد بتاعتها هناك مؤشرات كبيرة جدا على مستوى الدول طبعا كله بزوج السكان في معادة الدول الكبيرة لأن الأزمة السكانية هنا بتبقى عبارة عن إيه هي السكان طبعا هما نعمل عند ربنا سبحانه وتعالى كلام مصبوط موجودة على الكوكب وبالتالي في هذه الحالة إدارة الموارد البشري هنا بتعتبر أحد أساسيات الإدارة في العالم لكن تظهر الأزمة السكانية عندما يكون الموارد أقل من معدل نمو الموارد أو معدل نمو الناتج الإجمالي أقل من معدل نمو السكان لأنه في قاعدة بتقول لنا أنه لما يكون معدل نمو السكان مساوي معدل الناتج معنى ذلك أنه هناك فقر بيز ذات لكن لما بزيد معدل نمو الناتج عن ثلاثة هناك حالة من رفعية بيجي الدول كسيفة السكان ما بتقدرش يتحقق معدلات زي مثلا ما تكون دولة بتحقق 2.5% أو 3% معدل نمو عايزة 8-9% فإذا في الاقتصاد اللي بيجيب 8-9% في ظل الاقتصاد العالمي بقيله النهاردة أكثر من 30 سنة 40 سنة في حالة الطراب يعني ما بين أزمة وأزمة هناك أزمة أخرى ففي هذه الحالة بتعتبر هنا زيادة السكانية هنا أحد العوامل المهددة للنمو والمساعدة على انتشار الفقر مهددة للنمو باعتبار أن عدل السكان ما بيزيد وما فيش عمالة فالبطالة بتنتشر وبالتالي كمان ما يترتب على البطالة من فساد وما يترتب على البطالة من جرائم وما يترتب على البطالة من علاقات سيئة البطالة أحد الظوار المرضية اللي بتسيب المجتمعات صحيح وبتؤثر على كل الحاجة العامة فإذا في هذه الحالة بيبقى عدد السكان طالما لا يساوي أو لا يتناسب مع معدل النمو هناك مشكلة كبيرة جدا تحدث للدول ولا سيامة الدول النمية أو بيسميها الدول الاقتصادية اللي على قدها طب خلينا أخذ مع سياتك عشان نوضح للسادة المشاهدين مثال زي الهند مليار و300 مليون ومع ذلك دولة منتحشة بشكل كبير جدا ده تصنفها إيه يعني؟ لا هي الهند والصين حالتين لما نقيس عليهم مش هنقيسهم بشكل كامل لكن هنقيس عليهم عملوا إيه في العشر أو الخمسناشة سنة الماضية لأن الهند والصين كانوا دول نمية وكانت دول بسيطة فقيرة فقيرة في الفترة اللي فاتت لكن بعد الألفية التانية حدث هناك تغير يعني إيه حدث هناك تغير تم إدارة الموارد بشكل جيد وتم إدارة ضبط عملية سكانية انت عارف حضرتك الصين النهار ده بتنخفض ما بتزيدش يعني الصين النهار ده معدل انخفضها النهار ده عندها 84 مليون انخفض في معدل نمو السكان يعني حوالي 2 و4 من 10% بالسالة فهناك دول أخرى بقى بتزيد فإذا هناك حصل الموارد السكاني ده بيودار وزي ما بتدير الموارد السكاني زي ما بتدير أي موارد في العالم بديل الأموال موارد السكاني ده موارد بشري هو أحد الموارد المساعدة في التنمية فإذا أدرته الصين أدركت أن هناك أزمة سكانية كبيرة وإنها مش أدرة أن معدل نمو السكاني بيأكل بيأكل عندها معدل نمو الناتج بتاعها فاستطاعت أن تضع قوانين واستطاعت أن تتنشر ثقافة أنه هو عدم الإنجاب فاستطاعت أنها تتحكم في الأزمة السكانية عندها ودي ما كان مستحيل تتطبقها من 20-30 سنة اللي فات وكان مستحيل عليها لكن حصل هناك حاجات فاناك الأرادة موجودة الهند كمان حصل هناك زيادة في معدل النمو الناتج الإجمال بتاعها نتيجة التحول فيه لنوعية الاقتصاد والتحول في نوعية استخدام الموارد ليه؟ لأنه هو دايما خلالي نتفق على أن الفرق بين الدول المتقدمة والدول غير متقدمة أو الدول التي تحت استقدم والدول التي هو فرق في الإدارة يعني إيه الإدارة يا فنديم يعني أنك تصنع رؤية البكرة وبعدين تسخر كل الموارد الموجودة دي عشان توصل لبكرة فإذا في هذه الحالة دايما نقول في القاعدة كده ما يهمنيش إمكانتك إيه النهاردة أو الواقع اللي أنت في إيه إنت جاي عشان تغير الواقع الإدارة هي المسؤولة أو هي العلم المسؤول عن تغيير الواقع للأفضل بالتأكيد أو بمعنى آخر هو العلم المسؤول عن تغيير المعادلات لتحقيق أحلام جديدة لأن ما حدث في الماضي يصعب أن يحدث في المستقبل وبالتالي هنا القائد أو المدير جاي عشان يغير يغير الحاجات الموجودة تحت إيه ده عشان تتوأم مع ما سيأتي في المستقبل ومن هنا عنده حاجتين عنده استشرف واستكشاف المشكلة والبحث عن فرص ومن هنا ما أصبح النهاردة ما نقدرش نقول والله في دولة ما عندها فلوس ودولة ما عندهش فلوس لا احنا دولة عندها فرص وعندها أفكار ودولة ما عندهش فرص ومعندهش أفكار شحيح الدولة اللي عندها فرص وأفكار وبدلها كويسة بتقدر تجيب أمار حتى من بره طب عشان نكون وقعيين بالتطبيق على الحالة المصرية احنا مش أكثر فقرة ولكن احنا من الدول النامية يعني إلى أي مدى التضخم والسكان في مصر بيؤثر على معادلات التنمية بشكل أوبا خليني أبدأ من بدر شوية الرئيس عبد الناصر توفى الله يرحمه وسبنا 30 مليون نسمة والرئيس مبارك سابنا 48 ومبارك سابنا 83 وحنا نرد مئة وثلاثة معنى ذلك على نفس المساحة أو الزيادة المساحية كتقلية جدا فإذا معنى ذلك أنه بيقول لي كده أن أنت عندك فاقط سكاني في الدولة المصرية يزيد عن 70 مليون نسمة وبالتالي هذا الفائض اللي أنت جيبته ده 70 مليون ده هو على نفس المساحة اللي كانت موجودة في 30 مليون ومن هنا تبدأ المشكلة في المصرية بشديدة التعقيد بمعنى أن أنت الكسافة السكانية اللي كانت موجودة على 30 مليون هي الكسافة أو المساحة اللي كانت موجودة على 30 مليون هي نفس المساحة بزيادة صغيرة 2% و 1% بكام؟ يعني لما يزداد معدل نمو السكان 3 مرات خلال 60 سنة أو 70 سنة ومساحتك تزيد 2% إذن معنى ذلك أن هناك مشكلة كبيرة جدا ترتبت في إيه؟ ترتبت من غير ما حد ييجي يقول لي كده أنه أنت عندك معدل نمو السكان النهر ده أنه عندك معدل نمو السكان 2 و 1 من 10 أو 2 و 2 من 10 ومعدل نمو الناتج الإجمال 3 و 18 إذن مهما جبت من معدلات تنمية في ضوء هذا المعدل المواطن في الشارع ما يشعرش لأن القادة بتقول لي كده لما يبقى معدل نمو الناتج المحل بتاعك قد معدل نمو السكان بتاعك 3 مرات يبدأ الراجل اللي في الشارع يحسونه الله 3 3 يا فندم يعني أنا دلوقتي أقل معدل تنمية 2-6 أقل معدل تنمية النهاردة عشان الراجل اللي في الشارع ده يحس بيه ويقول الله ده بقنا كويسين ويحس ان ده كويسة بالنسبة له 6 و 6 من 10 طب وموبرد المواطن هيسأل سيادتك تبليه من حق معدل تنمية كده إيه المشكلة إن احنا نوصل لده معدل تنمية بقى عشان عندنا حاجات كتيرة جدا الأول حاجة إنك تقدر تستغل الموارد إنت النهاردة يعني من الدول اللي هي خلال الستين سنة اللي فاتوا ما كنتش بتستخدم مواردك استخدام أمثل بمعنى إن الاستخدام غير مناسب إذن هي إدارة زي ما سألتك قلت من شوية النقطة التانية كمان إن معدل تكاليف الناتج بتاعك عالية جدا يعني حضرتك إما تشوف البدلة اللي أنت بتعملها هنا بكام والبدلة اللي بتيجي بكام هناك اللي أموصل اللي بتعملها هنا بكام فتلاقي عندك فإذن كل العوامل دي حصل عندنا بقى مشاكل كتيرة جدا في الاقتصاد القومي أو الفخزات عن الإرادات والمشاكل الموجودة والعجز وبيروجله أثر على في إيه أثر على حاجات إن إحنا النهاردة بقالنا أكتر من 40 سنة بنحل مشاكل العجز في الميزان التجاري وبنحل مشاكل العجز في الميزان المدفوعات وما خدناش خطوة واحدة ليه بقى لأن إحنا نشتغل على العمليات دايما عندنا يقول لك المخرجات أنت عايز إيه وابدأ من المخرجات بتاعتك عشان تطور عملياتك والغلط مش مشكلة يعني هو حضرتك الأخطاء ضر الأخطاء بس هو في هذا عدم عدم تكرار هذا العمل إذن المشكلة السكنية النهاردة تعتبر أم مشاكل الدولة المصرية مشكلة في التعليم التكدس كمير في الصحة المستشفيات في المساجد قد إيه وبالتالي تصبح قضية السكان هنا القضية الأولى التي يجب أن تتعامل معها الإدارة المصرية أو الدولة المصرية عشان تقدر تحل مشاكلها وهنا عندهم ثلاث مراحل أو ثلاث استراتيجيات استراتيجية أولى وهو إزاي نقلل معدل النمو وده هيتطابط بأن الناس اللي هو داخلين جواز جديد أو العمل ده إزاي نحط سياسات ترشد ده النقطة التانية أنت عندك مئة مليون ده لازم تستخدمهم استخدام أمثل بمعنى أنك لازم تعيد تأهيل هؤلاء الناس بما يتناسب مع التنمية ويتناسب مع خطة التنمية والخطة التالتة كمان أنه هو لازم هنا تقول لي أنه هو أنت ليه في عندك دالة معطلة دالة الانتاج عايزة دالة استثمار وعايزة دالة مدخرات فإذا في هذا الحال لازم يكون هنا دالة الانتاج بتاعتك هي النقطة اللي بتتوفر لك لأن دالة الانتاج عندي كم كم فرصة عمل عشان هيطلع عندي كم واحد هيشتغل إذن عيني هنا عيني على فين عيني على الاستثمار وعيني على الانتاج غير كده إن لم يكن هناك اهتمام بالاستثمار والانتاج ستظل المشكلة معقدة وعليه كده يقول لي أن أسرع حاجة لازم تشتغل عليها النهاردة في الدولة المصرية هي دالة الانتاج دالة الانتاج يعني تفتح مصانع تفتح مزارع ودالة الانتاج معناها عزة دالة الاستثمار هجيب فلوس قد إيه وفلوس منين وهنا يقول لي دالة الاستثمار هتجي لك منين بقى إيه المصادر التمويل اللي هتعمل بيها وهتيجي تشغل فيها أشكله وعليك إيه إن ما فيش حاجة اسمها مشكلة الدين في حاجة اسمها مشكلة إدارة الدين مش عيب إن قد تكون مديون ولعيب على الدولة النهاردة أمريكا أكبر دين موجود في العالم لكنه يدار إدارة كيف الدين ما ييجي هتشغله إزاي يبقى أصبح هنا قضية السكان عملت عندي عدة حاجات أول حاجة في 30 سنة في 30 سنة قضية الموازنات الخلل في الموازين التجارية والموازين المصرية كلها المدفوعات وغيره 2 عامات خلل في الانتاج لأنه كمان زودت الاستهلاك والاستهلاك كمان بيزيد بمعدلات أعلى من الانتاج فأدى إلى زيادة في التضخم وزيادة في الأسعار الحاجة التالتة كمان عشان نتيجة زيادة الاستهلاك على الانتاج زودت معدل الوردات فأصبح أنت بتجيب النهاردة بأسعار مختلفة ودم زودت معدل الوردات خفضت عندك الصدرات وبالتالي هنا نتيجة خفض الصدرات وزيادة الوردات انخفضت قمت العملة فبالتالي في هذه الحالة وضعت الدنيا كلها في حالة ترجع الأزمة في أزمة السقين نورتين يا دكتور تحيات نفسك شكرك الأستاذ الدكتور محمد الشوات في أستاذ التثمار والإدارة وإدارة الأعمال وعميد كلية التجارة الأسبق بجماعة أزاقزيق نورتيني شكرا جزيلا شكرا جزيلا كده مشاهدين الكرام وصنع مع حضراتكم لختان فقرات من القهراء الليلة الأسبوع القادم نلتقي بإذن الله في أمان الله